ردا على اسئلة من معهد واشنطن للدراسات اكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ان التوصل الى حل في سوريا لن يتحقق الى بفرض ضغط مستمر من قبل الاطراف الدولية على الحكومة السورية مشيرا الى انه في حال حدوث اتفاق بين شرق الفرات وغربها برعاية دولية فان كل المشاكل في سوريا ستحل تباعا عبدي اكد ان الادارة الذاتية موجودة منذ عشر سنوات وعلى الحكومة تقبلها دستوريا كما يجب ان تعترف بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية وقوى الامن الداخلية مشيرا الى ان دمشق غير مستعدة لتلك الخطوة بعد ولفت قائد قسد الى ان علاقاتهم مع الحكومة السورية متواصلة ولم تنقطع لكنها غير جاهزة حاليا للتوصل لحلول لانها تتحدث من موقع منتصر وتريد العودة الى ما يشبه الوضع قبل عام 2011 اما بالنسبة للمعارضة قال عبدي ان علاقاتهم ليست جيدة مع الفصائل التابعة لانقرة التي دعت الى احتلال عفري وتل ابيض ورأس العين لكن لديهم علاقات مع بعض اطراف المعارضة في الخارج كمنصتي موسكو والقاهرة كما ان لديهم علاقات مع شخصيات معارضة بارزة وفي اطار البيت الكردي شدد عبدي على انه ليست لديهم مشاكل مع حكومة اقليم الكردستان مع استمرار مساعيهم لبناء علاقات مع جميع الاحزاب هناك مشيرا الى ان الكرد سيحلون مشاكلهم بالحوار رغم ارتفاع وطيرة الخلافات في الفترة الاخيرة وعن امكانية التوصل الى سلام مع انقرة قال قائد قسد انهم يريدون حل الخلافات مع تركيا بالحوار مشيرا الى ان موقف قسد واضح في هذا الشأن لكن المشكلة الرئيسية بحسب عبدي في عقلية السلطة الحاكمة في انقرة التي تهدف الى شن حرب ابادة ضد الكرد مؤكدا ان هذا النهج العدواني لن يدوم ومضيفا انهم سيضطرون للحوار تحت الضغط الداخلي والدولي اشتركوا في القناة